اشتركوا في القناة الفردية للحد من انتشار فيروس كورونا الفحوصات المختبرية التي يتم اجراؤها يوميا تكشف ارتفاعا في اعداد الحالات القائمة بفيروس كورونا الناجمة عن المخالطة لحالات قائمة ان الالتزام بمسؤولية واستشعار خطورة التهاون في التقيد بالاجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة قدر الامكان تمكننا جميعا من التصدي لهذا الفيروس باذن الله نود التأكيد بان وزارة الصحة تتابع كافة المؤشرات ذات العلاقة بمستجدات فيروس كورونا ومن المهم جدا رصد النتائج المتحققة محليا على مختلف المقاييس لقياس صحة ما يتم اتخاذه ودعونا نجدد التذكير بان متوسط معيار التكاثر الاساسي الار نوت ان كانت قيمته اكبر من الواحد فهذا يعني انتقال الفيروس اي ان الحالة القائمة ستنقل الفيروس الى اكثر من شخص ويعني بشارح مبسط اذا اذا كان هذا المعدل هو واحد فمعاته ينتقل من واحد الى مصاب الى واحد ممكن يكون مخالط لسليم اذا كان معدل اثنين اذا من واحد الى اثنين معدل ثلاثة وهكذا عمتا يزيد واذا قل عن الواحد معات انتشار الى واحد ثاني تكون نسبة اقل وهذا هو عمتا المطلوب حاليا في البحرين يبلغ متوسط الار او او الار نوت للمدة سالفة الذكر مارثاني من 13 ماي الى 9 يونيو حوالي 1.52 هو متوسط مثل ما خبرنا هذه الفترة اذا معناته ان لكل واحد ممكن ينقل طبعا فعليا احنا نقول لاثنين ممكن ينقلون عامتان الى ثلاثة واحد ياما مش حاب ينقل حق واحد ونصر لكنه كمؤشر عام اذا عندي مئة عامتان شخص مصاب ممكن ينقلون حق مئة وخمسين شخص ثانين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة